أحبائي بنياتي أولادي تنبهوا لي جيدا أود من خلال المثال الآتي أوضح لك أربعة أغلاط يقع فيها الطالب عند الإعراب وهي قال الشاعر إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها صون احتشامي طبعا الخطوة الأولى نحدد اسم الاستفهام حددنا أي الخطوة الثانية لا تنسى النظر إلى ما قبل أداة الاستفهام وهذا هو الغلط الأول الذي يقع فيه الطالب يخفل عن النظر إلى اليمين إلى ما قبل أداة الاستفهام لماذا؟ لربما يوجد حرب جر قبل أداة الاستفهام وستكون أداة الاستفهام مجرورة بحرف جر أو يوجد اسم نكرة وراح تكون أداة الاستفهام أي اسم مجرور إذن عليك أولاً أن لا تغفل عن النظر إلى ما قبل أداة الاستفهام لاحظ عزيزي فننظر إلى يمين أي يوجد حرب جر؟ لا يوجد يوجد اسم نكرة مضاف؟ لا يوجد إذن لا علاقة لي باليمين بس لكن تأكدت حتى ما أنسأ وأغلط واضح أحبائي؟ الغلط الثاني الطالب عندما يعرب أي يقول اسم استفهام مبني في محل وهذا غلط شائع هذا الغلط الثاني الغلط الشائع الثاني هو تقول فيه عراب أي اسم استفهام مبني في محل هذا غلط شائع إياك أن تسير على هذا الغلط فتنبه إليه جيداً تمام أعزائي؟ الغلط الثالث الذي يقع فيه الطالب هو واحد زاد واحد ينظر أي اسم الاستفهام اللي بعدها هو يتمم المعنى هذا خطأ هذا غلط اللي بعد أي هو المضاف إليه هو الذي يحدد دلالة أي فقط المضاف إليه بعد أي يحدد الدلالة فقط لا علاقة له بالعراب أي لا يكون هو المتمم المعنى ولو نظرت جيداً يا عزيزة عندما تقول أي عين هل فيها معنى الجملة؟ أصلاً هي مو جملة مو جملة كاملة غير كاملة فإذن أي عين اللي بعد أي يحدد الدلالة فقط لا علاقة له بالعراب فلذلك هذه أيضاً ترشية ثالثة خليها في ابنك تمام أعزائي؟ إذن واحد ننظر إلى اليمين من أغفل؟ ننظر إلى ما قبل اسم الاستفهام اثنياً من نقول لا نقول فيه عراب أي اسم استفهام مبني والثلاثة أنه من اعتمد على المضاف إليه في الإعراب المضاف إليه يحدد دلالة أي فقط أي أنها للعاقل لغير العاقل للزمان للمكان للحدث للحال تمام أعزائي؟ الغلط الرابع عندما يقرأ الطالب ويقول أي عين ويبحث عن المتمم للمعنى المحدد للمعنى أي عين تصون دموعها يقول يكتمل المعنى في تصون دموعها فالمعنى بما أنه اكتمل بآخر كلمة دموعها يعتمد على هذه الكلمة ولا ربما على هذه الكلمة أعزيز تنبه جيداً تنبه جيداً المعنى يكتمل في تصون دموعها مو في دموعها فقط يعني مو أي عين دموعها لا 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 أي عين تصون إذن أنا أعتمد في الإعراق على أول كلمة بها يتم المعنى وهي تصون الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول به الطالب عندما يرى أن المفعول به هو اللي ينتهي بالمعنى يعتمد على ماذا يعتمد على المفعول به ويقول هذا معرفة والإعراب مبتدأ أو خبر لا يا عزيزي تعتمد على أول كلمة فيها يتم المعنى فهذه أربعة أغلاط عليك تجنبها تماماً عزيزي أعيدها أعيدها الغلط الأول هو أن تقفل عن اليمين ولربما يوجد حروجر أو اسم نكرة وأنت تقفل عنهم هذا واحد ثنياً أنه لا تقول فيه إعراب أي اسم استفهام مبني في محل والغلط الثالث الطالب يعتمد على المضافلة هو المتمم ويعرض هذا غلط الثالث والغلط الرابع أنه ينظر إلى آخر كلمة في الجملة ويعتمد عليها وهذا غلط أيضاً فالصحيح أن نعتمد على أول كلمة فيها يتم المعنى يعني عندي جملة فعلية أعتمد على الفعل وأحلل هذا الفعل أهو مبني للمجهول أم للمعلوم متعدن أم لازم مستوفن أم لم يستوفي وأعرب اسم الاستفهام في ضوء أو على ضوء ذلك تمام عزيزي؟ فهذه الأغلاط الأربعة تجنبها في الإعراب تمام؟ ترجمة نانسي قنقر